اشتركوا في القناة 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 في حالة إنه يكون إعرابه مفعول به تعالي نشوف دوت من خلال الأمثلة كرم المدير الناجحين كرم المدير الناجحين طيب حلو قوي تعال كده من اللي كرم دي جملة فعالية كرم ده فعل ماض طيب كرم المدير يبقى المدير كده إعرابها فعل مرفوه وعلامة رفعيه الضمة طيب من اللي وقع عليه فعل التكريم الناجحين فالناجحين كده أنا حاربها مفعول به منصوب وعلامة ناصبيه واستنى شوية ده جمع مذكر سالم أخره ياء ونون يبقى منصوب بلايه منصوب الياء ليه لأنه جمع مذكر سالم يبقى الناجحين ما فعل به منصوب وعلامة ناصبيه لأنه جمع مذكر سالم ومنساش في الضبط نوني تجمع دائما مفتوحة طيب تعال كده نشوف المثال لبعده يقول إيه الله يحب المخلصين طيب تعال كده نشوف في الجملة بتاعتي لو بصيت كده في البداية هلاقي كلمة إيه الله الله يحب يبقى مين اللي بيحب الله معايا كده طيب ماذا يحب الله أو مين اللي وقع عليه فعل الفاعل المخلصين معايا كده يبقى المخلصين هتبقى يا ربها إيه هتبقى مفعول به منصوب وعلامة ناصبيه الياء لأنه جمع مذكر إيه سالم احترم الصادقين احترم الصادقين دي جملة فعلية بدأت بفعل احترم من اللي هيحترم احترم انت فالفعل هنا ضمير مستدل تقديره انت طيب الاحترم ده حيقى على مين قالك على الصادقين فالصادقين كده اعربها مفعول به طيب منصوب وعلامة ناصبيه الياء طيب ليه الياء المرة دي لأنه جمع مذكر سالم وفي الضبط منساش انه نوني الجمع دائما مفتوحة المسار 뭐 بعد ذلك بيقول ليه ودعنا المسافرين ودعنا المسافرين طيب دي جملة فعلية بدأت بفعل ودعنا من اللي ودع نال هو ايه نحن يبقى الفاعل عندي اللي هوल اللي هي الناج يقول عليهاالل فاعلين خلاص كده طيب ودعنا ماذا ودعنا ودعنا ايه المسافرين يبقى المسافرين هتبقى يا ربها إيه؟ هتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيه؟ ألياء ليه؟ لأنه جامع مذكر سالم وبرضه ما نساش نون جامع المذكر السالم مفتوحة رأيت المعتمرين في مكة رأيت المعتمرين في مكة رأيته ده فعل مواد من اللي رأى أنا ومكان أنا دي التالي الفعل اللي اتصلت بالفعل إبتاء الفعل هنا هي الفعل والمعتمرين كده هتبقى ربها مفعول به إبتاني رأيته المعتمرين في مكة رأى ده فعل مواد وتاء الفعل هنا هي الضمير المتصل المبني في محل رفع فعل والمعتمرين ده اللي وقع عليه فعل الرؤية فبالتالي مفعول به منصوب علامة نصبه إيه؟ لأنه جمع مذكر سالم جمع المذكر السالم إحنا خدنا دلوقتي جمع المذكر السالم لما تكون الكلمة بتاعتي جمع مذكر سالم وموقعها في حالة الفعل اتفقنا هتبقى مرفوع بالإيه؟ بالواو طيب أما لو كان جمع المذكر السالم في حالة المفعول به هيبقى منصوب بالإيه؟ بالياء يبقى جمع المذكر السالم الكلمة بتاعتي لو جمع مذكر سالم وموقعها الإعرابي فاعل هيبقى مرفوع بالواو ولو موقعها الإعرابي مفعول به هيبقى منصوب بالإيه؟ بالياء تعالوا كده شوف معايا السؤال المتفوقين السؤال بتاع بيقول لي أكمل بجامعة مذكر سالم مناسب شاهدنا نقط في المسجد يلعبوا نقط المباراة فكر كده في الإجابة وأنا مستنية إجابتكم في التعليقات على الفيديو وإلى لقاء آخر مع درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة